السؤال الذي وصلنا من الأخ بدر الدين عين يقول ماذا يعني تسليم تركيا للمساعد الأول قرمية بنويرة إلى الجزاء حقيقة أن هذا المساعد الذي كان حسب ما قيل وأنه كان مقرب جدا ما هو حسب ما قيل بل من المؤكد وهناك من كان يتحدث أنه السكرتير الشخصي للفريق الراحل أحمد قيد صالح هذا الشخص تداول وسائل إعلام حكايته في اليومين الأخيرين وأنه فر إلى الخارج بعد رحيل القيد صالح وبحوزته ملفات وأنه سرب حسب الإعلام أنه سرب بعض الوثائق إلى من سموهم ضباط متقاعدين وهناك من قال ضباط فر إلى الخارج والحقيقة أننا لن نشاهد أي وثيقة نشرها ضابط فار إلى الخارج إلا إذا كان هناك من ضباط سلموها إلى أشخاص خارج حقيقة أنه مساعد أول وكان في مكانة كبيرة الرتبة الكبرى أولا في درجة صف الضباط وأمر آخر أنه كان في سكرتارية قائد الأركان ونائب وزير الدفاع معناها أولا أنه مزكة تزكية كبيرة من طرف الأجهزة الأمنية لا يمكن أي شخص صف ضابط يصل إلى درجة أن يصير سكرتير للقائد الأركان ولا تكون هناك تزكية من أطراف أول الأجهزة الأمنية وثانيا أطراف مختلفة بلادنا الشيك وأن هذا الشخص بمجرد رحيل الفريق أحمد قايد صالح خارج وغادر ويتحدث عن أنه فيها عقرات وفيه معناها أنه متورت في الفساد ترى هل هذا التورت في الفساد متى حدث؟ متى حدثت هذا التورت في الفساد؟ هل في أيام القايد صالح؟ إذا كان محيط القايد صالح ويجري الحديث عن بروتوكول أيضا بن سلامة اللي هو ابن ضابط سامي بن سلامة اللي كان في قوات الدفاع الجوي للإقليم وأنا عارفه شخصيا بن سلامة وصار مدير المدرسة العلية للدفاع الجوي للإقليم وكذا وهذا نجلو تخرج من الجامعة وبعدين عمل فرماسيو سبيسيال آفاس والآن يحمل رطبة رائد يجري الحديث أيضا تطلطه قصص بلا أدنى شك أن هذه الحوادث تأتي في جو عام من أجل الحديث على أنه هناك حرب تشنه قيادة الأركام على ما سمي الجناح كايد صالح يجري الحديث عن هذا الآن وأنا أستبعد أن تكون هناك حرب أجنحة أو صراع أجنحة كل ما يجري أنه دائما لما يأتي قائد أركان يغير محيطه ويغير سكرتاريته ويغير الرجال الذين يعتمد عليهم هناك من يذهب إلى التقاعد ولكن بلا أدنى شك أن المؤسسة العسكرية مرضت بمخاض كبير فجرت عملية تطهير داخلي ومازالت متواصلة هناك جنرالات في السجون هناك ضباط سامون في السجون هناك صف الضباط هناك ضباط عاملين في السجون وما إلى ذلك ذلك من المعلومات الموجودة وسجن البوليدة العسكري وسجون أخرى تعج بمثل هذه الأمور معناها أن المؤسسة العسكرية المؤسسة العسكرية اتخذت مبادرات تصفية داخلية وهذه التصفيات تواصلت ويجري حديث جنرالات من الدرجة الأولى ويجري الحديث عن جنرال بوعز وسيني الميال الذي يقبع في السجن العسكري بوليدة والذي تم توقيفه والحقيقة أنه يجري حديث كثير حول عملية توقيفه أو يتعرض للتعذيب والضرب هذا كلام فارغ لا يمكن أنه ضابط حتى ضابط بسيط وأذكر أنني لما سجنت في المسجن العسكري بوليدة حتى صف الضباط أو الحراس السجن يتعاملون باحترام مع الضباط المسجين أغيره في مراكز التحقيق لا يمكن أبدا أنه يجري تعذيب جنرال قال لا لا هذا كلام فارغ فقط للمبالغة ولأهداف أخرى على كل هذا بغن النظر عن القصة التي يجري الترويج لهاو المعلومات المتناثرة هنا وهناك حول قرمية بو أنويرا لكن السؤال الذي دائما يطرح من الذي دفعه الفرار إلى الخارج وهناك من يتحدث أنه مر على عدة دول واستقر به المقام في تركيا سيكرتير سابق مساعد أول يستطيع أن يتقاعد ويجلس في البيت هل هناك شيء أخافه ودفعه إلى الهرب إذا كان تورد في الفساد هذا حقيقة خرج سفر اليدين إلى الخارج هرب يعني لو كان تورد في فساد كبير وأخذ معه موام لا راح الأوروبا لماذا سؤال آخر لماذا السلطة الجزائرية أصرت على هذا الشخص ولم تسر مثلا على أشخاص آخرين بلق سير وغير 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 بلق سير اللي كان قائد للدرك الوطني ماذا أهمية هذا الشخص وخاصة أنه تتحدث معلومات صحفية نشرتها الصحافة أنه الرئيس دابون اتصل شخصيا بالرئيس أردوغان وطلب منه تسليم هذا الشخص وهو الذي حدث بعض يتحدث على أنه المخابرات الجزائرية اللي قامت بالعمل يعني التراب التركي هذا كلام فارغ لا يمكن أبدا أن مخابرات التركية تقوم أو مخابرات جزائرية تدخل إلى الأراضي التركية وتقوم بعملية لأنها ليست عملية اختطاف عملية تسليم هناك تعاون بين المخابرات التركية والمخابرات الجزائرية ما أهمية هذا الشخص بلا أدنى شك أن هذا الشخص علب سوداء لديه معلومات مهمة عن ما يخص تلك المرحلة ومرافقته لكي يتصرح في تلك الفترة إذن الجهة التي قلقة من وجوده في الخارج واحتمال تواصله مع أطراف معارضة أو أشياء أو جهات خارجية يجري استعماله هناك الشخص لا يحمل أسرار كبيرة الأسرار ليست معلومات قد يستطيعوا يكذبها يعني واحد يخرج يقول بأنه كنت كنت مع القيد صالح وتعال تعال أبسط الأشياء يعملوا بيانة يقولوا يكذبوا وكثير من العسكريين فروا إلى الخارج وقالوا كلام وكذبوهم لأنه لا يملك بين يديه شيء مادي إذن ما الذي يمتلكه هذا الشخص وتمت الخشية من حديثه بلا أدنى شك من حيث المبدأ أن هروب شخص بهذا من الجيش والنجوء إلى الخارج واستغلال في الطرطوة هي جريمة هي خيانة بمعنى الكلمة عنك تروح تنشر وثائق أو تسلم وثائق عسكرية عسكرية إلى جهات تستعملها لضرب المؤسسة العسكرية وفي ظرف الظروف للمؤسسة العسكرية مستهدفة أعتقد بأنها خيانة ليست لها مثيل لكن كثير من العسكريين فروا في هذه الجينيرالات كانوا في الدياراس وعقداء هما موجودين في الخارج الآن ويتكلمون في دوائر مختلفة وربما يجلسون حتى مع ضباط استخبارات أجنبية ويحكو لهم على التفاصيل لكن الخشية من هذا الشخص بالضبط ما هو السبب هل هي تسريبات التي حدثت الوثائق التي حدثت أعتقد بأن هذا الشخص لديه معلومات تريد السلطات الجزائرية إما أنه لديه معلومات تريد السلطات الجزائرية أن لا تخرج هذا إحتي ما أنا تكلم كمحلل كتحليل فقط أو أنه أو أن هذا الشخص قد يسقط في أياد خارجية ويجري استعماله وربما يصير يقول لهم يفبرك لهم يحكي لهم حتى قصة كيف كيف مات القيد صالح وكذا كذا إذا كان الاحتمال الأول أن هذا الشخص عنده معلومات مهمة بلا أدنى شك عنده معلومات فهو كان سيكريتير قيد صلى الله لكن طبيعة هذه المعلومات لا ندري لا يجري حديث عنها كل ما يجري هو حديث كذا 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 ولا ندري الأمر الثاني هل هو حقيقة تورط في الفساد هناك من يقول بأنه تورط في الفساد إذن هو خرج لحاله لأمور عقرية هل تم زج بهذه الدهمة فقط لجلبه حتى تكون قضية فساد ما يكون هذا الشخص بمجرد القبض عليه يطلب اللجوه وتجد نفسها الدولة اللي موجودة في حرج